السلام عليكم ورحمة الله احبا انا وعزا انا في كل مكان مسائل ورد عليكم جميعا كتير من الاخوة سألوني كيف نزرع الافوكادو من البزور وكيف نهتم بالشجرة بشكل عام وبالذات الاشجار الصغيرة الشتلات زي عندي مثلا انا عندي واحدة ما كملتش سنة من 8 ل 9 شهور فعايز اشرح لحضراتكم طريقة الزراعة من البزرة وكيف نهتم بالشتلة وانسب معادلة الزراعة او النجل او البزور وفي نفس الوقت كيف نسمدها ونرويها فخليكم معانا ان شاء الله اول حاجة جماعة هادي كنت انا شريها من مشتل مسمرة على اساس اضمن ان الشجرة ان شاء الله تكون مسمرة معايا فلو زرعت من البزور اقدر كمان اطاعمها ويكون على الاجل عندي واحدة واثق انها ان شاء الله هتسمر زي ما حضراتكم شايفين ان الدنيا امطار من مبارح فهذا كلها مطر اللي على الاوراق الشجرة الحمد لله ممتازة جدا الافوكادو بشكل عام دائمة الخضرة موطنها الاساسة جماعة من امريكا اللاتينية وتحديدا المكسيك يعني مناخها زي جنوب شرق اسيا بتحب المناخ الرطب الحار فلو عايزين نزرع الشجرة ياريت نزرعها او ننجلها في الربيع حتى لو من البزور بتحب المكان يكون دافئ رطب يعني نبعدها عن الرياح العاتية لانها بتأثر على الرطوبة بتخلي الرياح الكتيرة الهواء الجامد بيخلي ما فيش رطوبة في المكان فساعة التزهير ممكن كل الظهور تجع لانها بتنتج هي نسبة ظهور كبيرة وغزيرة جدا فممكن كل الظهور تجع وتأثر وما ناخدش محصولة كويس وفي نفس الوقت بلاش يكون المكان بارد وسقيع لانه ممكن يؤدي حتى انه يموت الشجرة فالشجرة ما تحبش البارد بزيادة فلو زرعناها نضمن انها تكون ان شاء الله مستقبلا المكان دا فيه حتى فيه الشتاء فهذا افضل معاد للزراعة في الربيع حتى من البزور وانحنا نختاري لها مكان مناسب والشجرة هادي بتوصل من 10 ل 15 متر فمنفعش نسيبها في القصيص بعد الزراعة كيدا بتلتة اربع شهور لازم تنقل لمكان كبير جدا او الحديقة فهذا بالنسبة للمعاد وافضل معاد طيب انا كنت زرح هادي من حوالي شهرين وماشاء الله كبرت معايا اهو عملة نموات واعتقد ان هادي الوقت محتاجة تنقل لمكان تاني هادول بابايا برضو محتاجين نجل وهادي كنت زرحها اهف نفس المكان زي ما حضراتكم شايفين على طول وبجالها حوالي 3 اسابيع وماشاء الله كبرت فكده اتكلمنا عن رعايتها والوقت المناسب للزراعة لو جينا للبزور اي نوع بزور هادي من البزور الكبيرة وهذا نوع تاني بزوره صغيرة لو جينا بنمسك البزرة ونجشر الجشرة اللي فوج عليها وهنلاجي هاو في خط في النص هذا اللي بيفتح معنا بعد فترة يعني بكل سهولة اوري حضراتكم ممكن نحفر ونحطها وندفن ونسيب المكان اللي فوق فقط هو اللي باين من التربة كده ونبدأ نسجي هتلاجوا بعد مثلا اسبوع 10 ايام بدأت تفتح معنا من فوق زي هادي وبعدين هيبدأ يطلع منها الصاق زي ما حضراتكم برضو شايفين هنا فالموضوع سهل جدا هادي كنت زرحها على طول في التربة وهي بدأت تطلع معايا من المنتصف بجالة حوالي اسبوعين زراعة الماء نفس النظام سهلة جدا بنحط فيها 3 خشبات استيك ونحطها في الماء وبرضو اسبوعين 3 بليه كتير وتبدأ يطلع معانا وهتفلج من نص وتطلع وتعمل جزور من تحت وافضل معايا ده جماعة يعني طول ما فيه افوكادو في السوق وبنشتريه نقدر ناخد البزرة ونزرع لكن اسرع وقت في الربيع ان احنا ممكن على طول تطلع معانا فالموضوع سهل وبعد كده بننجولها للتربة او لو في التربة بنكبر لها القصيص لانها بتعمل جزر طويل ابيض وبيكبر على طول في التربة هادي فكده اتكلمنا عن المناخ المناسب ونزرع البزور كيف وبالذات فيه الربيع افضل معاد او بيه عن طريق المياه الشجرة هادي بتحب المكان يكون رطب حار دافئ زي الجو الاستوائي ما تغرجوهاش بالمية يعني كل فترة جماعة لما تلاقوا التربة نشفت خالص عليها بتزجوها ان احنا الدنيا مطرا بارح فالحمد لله كده ممكن 3-4 تيام ما ازجهاش وبالذات في الشتاء او الجو الساجع كل ما الارض معاك وتنشف خالص عليها زي كده نهائي نبدأ نزجي الارضية ما تغضقوهاش وتكتر عليها المية بزيادة ما بتحبش قطر المية ولا انها تجف خالص نسبة وتناسب كل ما الارض تنشف معانا ما شاء الله هم رعرع وممتازة جدا الاخوة سألوني على فيديو كنت عامله عن مبيد لالمن والبق الدقيقي من الخل والصبون والماء وكنت عامله على شجرة الافوكادو فبرضو سألوني وقلت لهم الفيديو القادم عن الافوكادو هوريكو الشجرة الشجرة هادة جماعة ما كنتش عارف اشوفها من قطر البياض اللي عليها من البق الدقيقي والمن عملت السائل ورشيته ماء على خل على نقطتين صبون سائل من تاع المواعين واللطباج الغسيل ورشيتها كلها من فوج ومن تحت وكل الاوراج والحمد لله سبتها بعديها بيومين عليها السائل في كل المكان وبعدين اجيت بعد يومين غسلتها كامل بالمياه فوقفت حوالي عشر تيام عن النمو وفضت خضرة وبعد كده بدأت تعمل نموات جديدة والحمد لله انتهى منها خالص كل الحاجات اللي كانت مسكة فيها والشجرة بدأت تنضف وترعرع معايا تاني فبرضو المبيد هذا ممتاز جدا ومفيد لأي حشرات ممكن تجابلك ممكن تعملوا بيها فقط بتكلم عشان كنت عامله على هذه الشجرة فكده جماعة تكلمنا عن الري المناخ المناسب موطن الشجرة وكيف انكبرها وانرعيها بالذات في الفترة الاولى وكده كله الحمد لله تمام فضل معانا موضوع التسميد هنروح عندي واحدة كنت مسمدها عايز اوريها لحضراتكم ايجيت من فترة يا جماعة كنت عامل فيديو عن اول مرة تسمد شتلات عندك في البيت يعني لو عندك شتلو لسه اول مرة هتسمدها ممكن تلاقوه في القناة الفيديو معانا تسميد الشتلات لأول مرة فاني كنت عامله عن الخوخ والافوكادو فلو تلاحظوا معايا يا جماعة ايجيت هنا عملت هادي كنت زريحة من البزرة وحطيتها في الارض بعد ما نجلتها من القصيص وايجيت بعد ما شفتها بدأت تكبر وتنمو معايا وانها تمددت في الارض من حوالي اسبوعين ودخلها على التالت عملت حفرة دائرية بعيدة عن الصاق والجزور مقدرها حوالي شبر لتحت في الارض وحطيت فيها مخلفات طيور واغنام غير متحللة ضربها الشمس فقط يعني متحللة بضرة من الشمس حتى بدون كومبوستنج من غير تخمير وحطيته وغطيت وممكن تراجعوا الفيديو فاني عشان بس ضرب عليه المسأل على الافوكادو وقلتلكوا هتاخد اسبوعين ثلاثة مع السجل كتير هيبدأ يتخمر والعناصر تبدأ تحلل وتستفيد منها النبتة ومشاء الله بعد الصدمة لجيت فيش اي حاجة وخلال الاسبوع اللي فات بدأت تعمل النموات اللي حضراتكو شايفينها فوق اذا كده ما اصرش عليها السماد بنسبة عكسية وبدأت تنمو وتكبر طول الشتاء معانا ممتاز جدا ان احنا نسمد يعني من الوقت هذا من اخر نوفمبر معانا لغاية اخر شهر اتنين اي وقت هينفع ان انت تسمد فيه شجرة الافوكادو ولو مخلفات طيور واغنام او مواشي ومعاها كومبوست محلل او غير المهم تبعدوا عن الجزور وتخليه بعمق في التربة وفي نفس الوقت ممكن نضيف شوي طرماد من اللي بناخده من مخلفات الفحم اللي هو البضرة او من التحطيب الخشب ممتاز جدا جدا برضو الافوكادو فهذه طريقة التسميد معانا طول الشتاء بعيدة عن الصاق ونبدأ نسجيها سبعين تلاتة هتبدأوا تشوفوا التأثير مدام عملت نموات بهذا الشكل يبقى ان شاء الله بدأت تكبر معانا كده اتكلمنا عن كل حاجة الري التسميد المناخ كيف نراعي الشجرة ما نسجهاش كتير كيف نزرحها من البزرة التطعيم لما تكبر معانا البزور لو جعدت سنتين ثلاثة وما بدأتش تعمل اي تزهير نبدأ برضو نديها تطعيم من شجرة مسمرة عشان كده اني شاري واحدة من مشتل عشان يكون عندي سقن في واحدة مسمرة والباقي ما شاء الله كزا واحدة زرعتها من البزور وكله بيكبر معانا لازم تحطوها في مكان رطب ما يكونش بارد خالص ولا هوا جامد عشان ما يأسرش عن نسبة الازهار والتلقيح وبعد كده هتكبر معانا الشجرة واذا كبرت التزهير والتلقيح لي ان شاء الله فيديو مستقبلي فاحنا الحين اتكلمنا عن كل حاجة عنها وخلاص يعني هذه المراعاة لغاية ما تكبر معانا الشجرة وان شاء الله مستقبلا نشوف مع بعض يارب الفيديو كنا الاعجاب ونر رضاكو نتمنى الدعم والاشتراك يسعدنا وجودكم معانا في القناة جماعة رعاية وزراعة شجرة الافوكادو من البزور ورعاية الشتلات الكبيرة نتمنى الدعم والاشتراك أخوكو نعيم حجبي مسي عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته